درجة الحرارة temperature آه! إنه ساخن جداً! ومن أين لك معرفة أن هذا الشاي ساخن يا سالم؟ عندما أمسكت بكوب الشاي وجدته ساخناً جداً يا عبدالله لقد انتقلت إليك الحرارة وذلك لأن الحرارة تنتقل من الجسم الساخن إلى الجسم البارد لقد قرأت أن هناك ثلاث طرق لانتقال الحرارة هي التوصيل والإشعاع والحمل فأي هذه الطرق نقلت إلي الحرارة؟ التوصيل لأنك تلامس الكوب والكوب لن يبرد بسرعة بسبب كبر الحرارة النوعية للماء وما هي الحرارة النوعية؟ الحرارة النوعية specific heat هي مقدار الطاقة الحرارية اللازمة لرفع درجة حرارة كيلوغرام واحد من المادة درجة سليزية واحدة لذلك فالماء يسخن ببطء ويبرد ببطء أيضاً هل تعلمون ما تعنيه كلمة ساخن أو بارد التي نطلقها على الأشياء من حولنا؟ نعم أنا أعرف يا عبدالله أنت تقصد درجة الحرارة بالطبع يا خالد فدرجة الحرارة temperature هي التي تدل على السخونة أو البرودة ولكن هل يمكن لأحدكما أن يعرف لنا درجة الحرارة؟ درجة الحرارة temperature هي متوسط الطاقة الحركية للجسيمات المكونة للجسم وتزداد درجة الحرارة بزيادة طاقة حركة الجسيمات بالفعل وكلما زادت سرعة الجزيئات ارتفعت درجة الحرارة انظروا إلى لاعبي الفريق وهم يقومون بعملية الإحماء تلاحظون أنهم يتحركون ببطء في جميع الاتجاهات وهم في هذه الحالة يشبهون درجة الحرارة المنخفضة ولكن عندما يبدأون بالركض سريعاً في كل الاتجاهات أيضاً أثناء المباراة فهم يشبهون حينها زيادة درجة الحرارة فزيادة الحرارة تؤدي إلى زيادة السرعة مثال رائع يا عبدالله حسناً إليكم سؤال آخر تفضل هل تعلمون ما السبب في زيادة سرعة الجزيئات الخاصة بمادة ما وزيادة درجة حرارتها؟ لا نعرف ماذا تقصد سأسهل الأمر عليكما ماذا يحدث عندما نضع قدراً من الماء على النار ونتركه لفترة طويلة؟ حينها سيغلي الماء وسنرى الماء يتحرك بسرعة ويصعد وينزل والإناء يحتز والبخار يتصعد وما السبب في ذلك؟ لأن الماء يتكون من جزيئات وهذه الجزيئات تتحرك ولكن عندما أضعها على النار تزداد سرعة حركتها وكلما زادت الطاقة الحركية زادت حركة هذه الجزيئات أحسنتما وهذا بسبب تأثير الطاقة الحرارية على جسم ما فالطاقة الحرارية تزيد من سرعة الجزيئات فترفع درجة حرارتها لقد تذكرت الآن الطاقة الحرارية هي مجموع طاقتين الوضع والحركة لجميع جسيمات الجسم وتزداد بزيادة الطاقة الحركية للجزيئات أنت تجعل جميع أوقاتنا مفيدة يا عبدالله حسنا تستطيعان الآن الذهاب لالتقاط الصور التذكارية مع نجومكم المفضلين نعم ولكن قبل أن نذهب علينا أن نلخص ما تعلمناه اليوم الملخص درجة الحرارة هي متوسط الطاقة الحركية للجسيمات المكونة للجسم وتزداد درجة الحرارة بزيادة طاقة حركة الجسيمات كلما زادت سرعة الجزيئات لتفعل درجة الحرارة الطاقة الحرارية هي مجموع طاقتين الوضع والحركة لجميع جسيمات الجسم وتزداد بزيادة الطاقة الحركية للجزيئات الطاقة الحرارية تزيد من سرعة الجزيئات فترفع درجة حرارتها الحرارة النوعية Specific Heat هي مقدار الطاقة الحرارية اللازمة لرفع درجة حرارة 1 كيلوغرام من المادة درجة سليزية واحدة طرق انتقال الحرارة هي التوصيل والحمل والإشعاع